إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا ونبينا وقائدنا وزعيمنا إلى الجنة محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارضى اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد معاشر المسلمين أيها الإخوة الكرام أيها الأخوات الكريمات أصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل في السر وفي العلن يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما جعلني الله وإياكم من الفائزين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها أما بعد فنعيش هذه الأيام المباركة أيام الحج الأكبر أيام فيها خير كثير لقد خصها الله سبحانه وتعالى بفضائل كثيرة الله سبحانه وتعالى أمرنا بالعبادة فخصنا بعبادات وشعائر تعبدية يومية منها ما هو يومي ومنها ما هو شهري ومنها ما هو سنوي ومنها ما هو مر في العمر حتى يبقى الإنسان متصلا بالله عز وجل بالليل وبالنهار عبادات بالليل وعبادات بالنهار وعبادات وأيام وفضائل الأعمال عبر أيام وشهور السنة أيها الإخوة الكرام ونحن نستشعر في هذه الأيام العظام هذا الجو الرباني الذي يسود حجاج بيت الله الحرام نستشعر هذه اللحظات بيننا وبين الله عز وجل خاصة وأن الأمة الإسلامية تمر على المحك تمر بتجربة تمر بأزمة تمر بشيء بأمر عصيب هذه الأيام أيها الأخوة الكرام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج همومنا وأن يخرجنا من الضيق إلى الساعة وأن يكرمنا في القرآن العظيم الله سبحانه وتعالى نظراً لأهمية هذا الموسم العظيم الذي يتجدد مرة في السنة في المكان المعلوم وفي الشهر المعلوم ألا وهو حج بيت الله الحرام الله سبحانه وتعالى أفرد له صورة بكاملها على عكس العبادات أو الشعائر أو أركان الإسلام الأخرى لم تأتي صورة تسمى الشهادتان لم يسمي الله سبحانه وتعالى صورة تسمى الصلاة وما أعظم قدر الصلاة ومع ذلك لا توجد صورة اسمها الصلاة لا توجد صورة اسمها رمضان سورة رمضان لا توجد صورة تسمى الزكاة إنما الحج أفرد الله سبحانه وتعالى له صورة سماها صورة الحج وهي تبدأ فيها معاني كثيرة نظراً لأهمية هذا الموسم وهذا الحدث الذي يغير من حياة الإنسان من حسن إلى أحسن سنطوف إن شاء الله حول بعض معاني الحج وحول بعض معاني هذه الصورة العظيمة في القرآن الكريم التي تبدأ بآيات عظيمة يا أيها الناس الخطاب موجه للناس عامة إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارا وما هم بسكارا ولكن عظاب الله شديد هذه الصورة العظيمة أيها الإخوة الكرام تبدأ بالتذكير بزلزلة الساعة بيوم القيامة بعض المشاهد تصور معي تخيل معي أخي الكريم أختي الكريمة بداية الصورة حتى ندخل في صلب الموضوع ألا وهو الحج الصورة تبدأ بهذا التنبيه العظيم للإنسان لأن مستقبلنا أيها الإخوة الكرام مرهون بأعمالنا في هذه الدنيا مستقبلنا هناك في الجنة بإذن الله عز وجل التي أعدت للمتقين والحج أيها الإخوة الكرام هناك رباط كبير وعلاقة وطيدة بين الحج وبين التقوى كل العبادات جمعها الله سبحانه وتعالى في موسم الحج الصوم يستحب في العشر الأوائل من ذي الحجة من ذي الحجة وبدأناها اليوم إن شاء الله سبحانه وتعالى وهي أيام عظام كما قال الله سبحانه وتعالى وصورها في صورة الفجر وأقسم بها والفجر وليالي عشر موسم الحج موسم الأيام العشر الأولى من ذي الحجة صوم يوم عرفة أو يوم عرفة يوم عظيم اجتمعت في هذه الأيام أيها الإخوة الكرام كثير من الفضائل لابد وأن نربط وأن نغتنم الفرصة أيها الإخوة الكرام لأنفسنا بالدرجة الأولى لأن نعبد الله سبحانه وتعالى وأن نجتهد في العبادة أكثر لأن هذه الأيام أيام مباركات أيام مباركة أيها الإخوة الكرام فلا تغفلوا عنها من صيام وذكر وصلاة وسعي إلى المسجد وغيرها من فضائل الأعمال هذه الرحلة العظيمة أيها الإخوة الكرام لها خصوصية وطعم عند المسلمين منهم من يسافر منهم من يرحل من أجل التعليم منهم من يسافر من أجل الرزق منهم من يسافر لأجل السياحة منهم من يسافر لأجل الاكتشاف لكن رحلة الحج هي تجمع كل هذه المعاني بل وزيادة أيها الإخوة الكرام هي تتضمن كل هذه المعاني من عبادات ومعاملات وزيادة أيها الإخوة الكرام السفر فيه التجديد وفيه المعاناة والسفر قطعة من العذاب كما يصورها لنا المصطفى صلى الله عليه وسلم لكن ومع ذلك نتحمل من أجل ما يحيي الروح ومن أجل أن نجدد العواطف والمشاعر مع الله سبحانه وتعالى أي نعمة أيها الإخوة الكرام أن يرجع الإنسان بفرصة جديدة وأن يعود كما يقول البعض صفحة بيضاء صفحة بيضاء بل ونقول أكثر من ذلك ليس صفحة بيضاء الصفحة البيضاء معناها سفر لا حسنات ولا سيئات الحاج لما يرجع بإذن الله صفحته تكون مملوئة بالحسنات وليس صفحة بيضاء مملوئة بالحسنات وأن الله سبحانه وتعالى سيحول السيئات إلى حسنات الله سبحانه وتعالى يمحو السيئات أي صفحة بيضاء من السيئات لكن صفحة مملوئة بالحسنات وهذا من كرم الله سبحانه وتعالى وجوده علينا أن يمحو السيئات وأن يترك وأن يثبت الحسنات بل يبدل هذه السيئات حسنات أي كرم وأي جود وأي فضل من الله سبحانه وتعالى أيها الإخوة الكرام ورحلة الحج لها أسرار ولها معاني أيها الإخوة الكرام تتجاوز بكثير من الأحكام والتشريع كثير مننا أيها الإخوة الكرام كثير من الحجاج خاصة الذين يحجون للمرة الأولى يهتمون كثيرا بالأحكام وبالتشريع كيف نلبس الإحرام متى يكون المقات متى نحلق متى يكون الطواف متى 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 ونهتم بهذه المسائل شيء جميل أن يعرف الإنسان وأن يتعلم هذه الأحكام لكن أن يغرق كلية في هذه الأحكام وفي هذه الشرائع فهذا أمر غير صحيح لابد وأن نهتم بأسرار الحج لابد وأن نهتم بمعاني الحج أيها الإخوة الكرام لابد وأن نهتم بمعاني الحج وبأسراره وهي كثيرة وكثيرة كم يؤلمنا أيها لما نرى علماء يتكلمون فقط في الأحكام وفي الشرائع حتى يصبح الإنسان مثل الآلة يطوف ولا يدري لماذا يطوف يحلق ولا يدري لماذا يحلق يعمل السعي بين الصفة والمروة ولا يعرف يقف بعرفة يوما كاملا ولا يعرف يجمع بين الصلاتين ولا يعرف يبيت في مزدرفة ولا يعرف طواف الوداع ولا يعرف يذبح ولا يعرف مثل ذلك مثل الصلاة مثل الزكاة مثل الصيام لما الإنسان يتعرف على العبادات ومقاصد العبادات تتذوق العبادة أكثر أيها الأخ الكريم لكن لما يصبح عملك ميكانيكيا أي أنك تعمل كذا وكذا 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 بدون أن تعطي الروح وبدون أن تعطي المعنى الحقيقي لتلك العبادة أيها الأخوة الكرام فهذا في الحقيقة غلط في غلط لذلك يقول الله سبحانه وتعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم الله سبحانه وتعالى المثبه الأضحية ليس الله سبحانه وتعالى ليدها نحن لنستفيد المفيد من ذلك كله هو التقوى أيها الأخوة الكرام والله سبحانه وتعالى كما يقول ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم أشي دير الله سبحانه وتعالى بالعذاب دينا واش الله سبحانه وتعالى بغي عذبنا أشي استفاد الله سبحانه وتعالى من العذاب دينا ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما إذن الشكر والإيمان الشكر والإيمان هي الضمانة حتى الله سبحانه وتعالى لن يعذبنا يوم القيامة والحج أيها الإخوة الكرام الذي يرى خاصة غير المسلمين أنا قلت أسرار الحج لا بد أن نعرفها الذين لا يعرفون يشوفوا أن المسلمين يطوفون حول الكعبة وهي حجارة يرمون الجمارات وهي حجارة يرمون رمي الجمارات هي حجارة جمع الحاصة وهي حجارة فكل هذا ليس في ديننا أيها الإخوة الكرام شيء ليس له معنى وإن كان في بعض الأحيان لا نعرف المعنى لابد أن نطبق نعمل ما أمرنا الله سبحانه وتعالى ونكتشف الأسرار ونكتشف المعاني أن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نعمل وأن نفعل فلنفعل لا يمكن أن نتجادل مع الله سبحانه وتعالى على أمر ما لا يمكن أن نجادل الله سبحانه وتعالى في أمر أمرنا به ولذلك سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه لما أراد أن يقبل الكعبة لما أراد أن يقبل الحجر الأسود قال والله لا أعلم أنك حجر لا تذر ولا تنفع ولولا أن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك كثير من الناس فوضى هناك وهناك ترى الأمة فوضى يتقاتلون على تقبيل الحجر الأسود أيها الحاج ترفع عن هذا أيها الحاج إنك في بيت الله الحرام لابد وأنك تعرف إذا ما قبلت الحجر الأسود يعني الحجر ديالك ما كان حتى مشكل ليس مربوطا بالقبول ليس شرطا من شروط القبول قبلت الحجر الأسود وصلت له الله مبارك ما وصلت لهش ما فيه بأس لو كلنا أيها الإخوة الكرام نتعامل بهذه الطريقة وبهذه العقلية أيها الإخوة الكرام والله ما يكون لا حوادث ولا أي شيء يكون فيه نظام هدوء لكن حال الأمة الإسلامية أيها الإخوة الكرام هكذا نحن عبيد لله نحن نطبق ما أمرنا الله سبحانه وتعالى نحن عبيد نعبد الله كما يريد لا كما نريد الله سبحانه وتعالى أنزل علينا هذه الشعائر كلفنا بهذه الشعائر تريد أن تصلي المغرب ثلاث ركعات أو تريد أن تزيد ركعة تقول أنا نصلي أربع ركعات خمس ركعات ست ركعات الزيادة في الخير خير مثل ما يقولون لا الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نعبده كما يريد كما يريد هو وليس كما نريد نحن فيه فسحة للعبادة أكثر للصدقات أكثر للفضائل الأعمال فيه فسحة لكن الله سبحانه وتعالى أمر الصلاة حددها بأوقاتها وبعدد ركعاتها رمضان حدده بتوقيته الحج حدده بالمكان وبالزمان وهكذا مجموعة من العبادات أيها الإخوة الكرام منها ما هو ثابت ومنها ما هو متغير يمكن في السنة تستطيع أن تزيد عدد الركعات تهجد بالليل صيام النافلة إلى أخره العمر إلى أخره والله سبحانه وتعالى يقول وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهد منافع لهم ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقه من بهيمة الأنعام فكلوا وأطعموا البائس الفقير والله سبحانه وتعالى أمرنا أن نعبده فلابد وأن نأتمر بأوامره الذي لم يأتمر بأوامر الله عز وجل هو الشيطان قال خلقتني من نار لما أمره الله سبحانه وتعالى أن يسجد لآدم قال خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاخرج منها مذؤوما مدحورا الشيطان وهو مخلوق يجادل الله سبحانه وتعالى ويرفض الأمر فأخرجه الله سبحانه وتعالى من رحمته وهذا التفكير أيها الإخوة الكرام في أسرار كل واحد منا مدعو للتفكر في أسرار الحج ولمعرفة المعاني الصحيحة للحج وهذا لا يمنع أن الإنسان يتفكر في هذه المعاني بل وعلينا واجب علينا أن نتفكر في كل هذه المعاني وهذه الأسرار حتى نتلذذ بالعبادة ومن رحمته جعل الحج مر في السن ولذلك قال صلى الله عليه وسلم إن الله قد فرض عليكم الحج ألا فحجوا فوقف واحد من الصحابة وقال يا رسول الله أفي كل عام واش كل عام فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ثم رددها مرة يا رسول الله أفي كل عام فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فرددها مرة ثالثة أفي كل عام يا رسول الله فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل عليه الوحي فقال ذاروني ما تركتكم يعني لا تسألوا عن أشياء لا تسألوا عن أشياء وإلا رح يقع لكم بين قوسين يقع لكم مثل ما وقع لبن إسرائيل مع موسى عليه الصلاة والسلام عن البقرة ما هي وما لونها وأين هي وكيف هي وكذا فشددوا فشدد الله سبحانه وتعالى عليهم أنت لما تسأل فقه أخي الكريم هذه نصيحة لما تسأل فقه نمشي لعند الفقه تسأله وخلاص ما تمشيش تسأل عشرة دي الفقه وإلا توقع لك مشكلة واحد يعطيك جواب الأخر جواب ثانين جواب 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 تقول لي عشر أجوبة تسأل واحد جاء مرة عندنا هنا أحد المشيخ فسألته كانت قضية غزة متروحة فقلت له يا شيخ هل ممكن أن نعطي العقيقة قيمة العقيقة لإخواننا في غزة فقال هذا شيء جميل نعم فمشيت أعطيت هذه كله الباركة بعدين سألت واحد ثاني قلت له أش عملت هل يجوز قال لي لا العقيقة عقيقة والصدقة صدقة العقيقة عقيقة والصدقة صدقة حس جميل لكن العقيقة تبكى عقيقة وإلا إذا كان كل واحد مننا جاي العيد كذلك نفس الشيء كل شيء المسلمين نمشوا نعطوا أموالنا للغزة ولا للسورية ولا كذا لا وإلا راح نمحي هذه الشعيرة صدقنا خلصنا وعودنا عقيقة مرة ثالثة فكذلك أخي كريم سأل واحد الشيخ واحد الإمام ثق فيه قل له أعطيني ما تشددش على رسك ره مجموعة مدارس كثيرة في الإسلام المدارس اللي نعرفها أربعة ولكن مدارس كثيرة قد تجد أجوبة متعددة وكثيرة وكل حسب اجتهاده والأجوبة صحيحة لكن ما خصكش أنت تسأل كثير الإنسان لما يسأل كثير راح يعني في يوم من الأيام يوقع في أغاليط فقال يا رسول الله فقلت يعني سكت النبي صلى الله عليه وسلم وقال ذاروني ما تركتكم يعني لا تسألوا عن أشياء ولو أمرتكم بالحج كل عام لو وجبت ولو وجبت لما استطعتم يعني الحمد لله نحمد الله سبحانه وتعالى أنه فرض علينا الحج مرة في العمر تخيلوا لو الله سبحانه وتعالى فرض علينا الحج مرة في السنة راح يكون مشكل كبير ما نقدرولوش ما نقدرولوش وربي حاسبنا لأنه أمر من الله سبحانه وتعالى كل ما هو أمر سنحاسب عليه يوم القيامة فالله سبحانه وتعالى شوف سبحان الله من خمسين صلاة حتى يعني هذه في الصلوات الصلاة من خمسين نرجع الله سبحانه وتعالى إلى خمسة أنه شايف حالنا شايف أحوالنا نحن لسنا ملائكة نحن يعني نصيب ونخطئ ويمكن نخطئ أكثر مما نصيب في حق الله سبحانه وتعالى نعم نخطئ أكثر مما نصيب لكن معظ الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى يتجاوز عننا يتجاوز عن زلاتنا ويغفر لنا ويتوب عنا وهكذا أيها الإخوة الكرام والإسلام عجيب أيها الإخوة الكرام فيه رحمة الله تتجلى في كل شيء ومما تتجلى فيه هذه الرحمة في الأحكام والعبادات يقولنا بسهو سلم الصلاة إلى الصلاة كفارة بينهما الصلاة إلى الصلاة كفارة بينهما شوف عملنا بين الصلاة والصلاة الحمد لله الجي الصلاة الأخرى تمعوا السيئات والخطايا التي اقترفناها ثم الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما رمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما العمر إلى العمر كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة فضل عظيم خصه الله سبحانه وتعالى ما قالش من الحج إلى الحج حج واحد الحج المبرور وهي حجة الإسلام المقصود بها هنا حجة الإسلام الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة وهذا ربنا سبحانه وتعالى كريم ودود سبحانه شوف الله سبحانه وتعالى يعني وكأنه الله سبحانه وتعالى يكثرنا من فضائل الأعمال من هذه المشاعر حتى نتوب إلى الله سبحانه وتعالى حتى نستزيد من الحسنات يحطنا عدة محطات في السنة حتى نستزيد حتى نمحو الخطايا والسيئات التي اقترفناها بعضنا لما يتكلم عن هذا الأمر يتكلم بحدة عن العذاب وعن جهنم وسيصلون سعيرا وكذا وكذا أين هو خطاب الرحمة أين هو خطاب التفاؤل أين هو خطاب الأمل للناس أيها الإخوة الكرام يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا خطابنا أيها الإخوة الكرام خطاب الاعتدال وخطاب الوسطية وخطاب الأمل وخطاب الرجاء في الله سبحانه وتعالى هذا هو الخطاب الذي لابد أن يسود بيننا أيها الإخوة الكرام والله سبحانه وتعالى من أسمائه الحسنى العفو الغفور الرحيم الرحمن نعم وكذلك من أسمائه الحسنة الجبار المتكبر الجبار مع الجبابرة المتكبر مع المتكبرين إلى آخره أيها الإخوة الكرام ويقول صلى الله عليه وسلم لو أنكم تذنبون فتستغفرون لأهلككم الله وكأن الله سبحانه وتعالى خلقنا لنذنب ونستغفر ويغفر الله سبحانه وتعالى لنا لأنه لو ما فيه مذنبين ما فيه من يعفو ومن يصفح العفو والصفح يستلزم أنه فيه مذنبين من هم هؤلاء المذنبون هم الملائكة هم الحيوانات هم الطبيعة والنبتات هم نحن أيها الإخوة الكرام أيها الأخوات المذنبون هم نحن خلقنا الله سبحانه وتعالى ويعرف أحوالنا جيدا فنذنب ونستغفر ويتوب الله سبحانه وتعالى علينا والحديث كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون لقد أقرى النبي صلى الله عليه وسلم بأننا نرتكب الخطايا والذنوب وقال سبحانه وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون هذا هو هذه هي رحمة الله سبحانه وتعالى أيها الإخوة الكرام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا وأن يعفو عنا وأن يتجاوز عن زلاتنا وأن يتوب عنا إنه هو التواب الرحيم أقولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم أستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأصليم على سيد المرسالين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين chers frères, chères sœurs, j'ai parlé aujourd'hui du grand pilier de l'islam, le pèlerinage nous vivons, nous avons commencé aujourd'hui le mois de Dhul-Hijjah, le mois du pèlerinage ce grand voyage de la vie tant attendu est un événement qui doit changer et réformer notre vie c'est ça l'objectif principal, l'objectif numéro un du pèlerinage c'est de se réformer c'est de changer, incha'Allah, vers le mieux beaucoup parmi nos voyages dans l'année pour plusieurs raisons le savoir, pour le savoir, pour l'apprentissage, pour la découverte, pour le repos, pourquoi pas le pèlerinage englobe tout ça et même plus le pèlerinage c'est pour le savoir, c'est pour l'éducation c'est pour le repos auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala c'est pour le plaisir de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala ce voyage de la vie, malgré toutes les difficultés malgré toutes les sacrifices et la souffrance il nous permet de renouveler notre foi et d'alimenter notre spiritualité pour ça, nous supportons tous les sacrifices le pèlerinage nous enseigne plusieurs leçons nous devons connaître les règles du pèlerinage c'est essentiel mais nous ne devons pas s'attarder trop sur ça il est très important de connaître les secrets et le sens de cette adoration connaître le sens du pèlerinage nous réconforte dans notre adoration et donne un goût à notre pèlerinage ainsi que dans toutes les adorations nous devons connaître le sens de cette adoration la prière, quel est le sens d'avoir ça ? c'est juste faire des mouvements le jeûne, le ramadan c'est juste pour faire souffrir l'estomac le voyage pour le pèlerinage c'est juste pour dépenser de l'argent et faire souffrir le corps nous n'avons pas ça dans notre... ça c'est peut-être chez les chrétiens ou chez les autres religions on fait souffrir le corps chez les musulmans il n'y a pas ce sens c'est pas pour faire souffrir le corps pour se sentir mais c'est pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala il y a un sens dans tout ça et puis Allah subhanahu wa ta'ala il dit le provate sallallahu alayhi wa sallam celui qui a accompli le pèlerinage sans commettre d'actes impudiques ni de péché reviendra tel qu'il était le jour où sa mère l'a enfanté c'est très important pour les frères qui vont accomplir cette année le pèlerinage incha'Allah qui doivent d'abord se faire connaître parce qu'on ne connait pas les frères d'ici qui vont partir mais à part deux ou trois l'Arabid al-Majid ou l'Ahmad ainsi de suite mais on ne connait pas les autres frères ce serait bien qu'on les connaisse parce que c'est important le pèlerinage c'est une adoration à faire publiquement ce n'est pas en catimini dire voilà moi je vais partir demain au pèlerinage surtout il y a un groupe qui va partir je pense le dernier groupe qui va partir demain venir nous voir et demander pardon comme il faisait nos ancêtres jazawamullah au khair demander pardon à tout le monde et puis dire voilà je vais partir j'essaye de me rappeler de tout le monde et nous avons aussi des messages à transmettre des vœux des souhaits à transmettre à ces futurs pèlerins incha'Allah qu'Allah subhanahu wa ta'ala les préserve le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit le pèlerinage sincère n'a d'autres récompenses que le paradis le pèlerinage sincère n'a que d'autres récompenses que le paradis c'est quoi ce pèlerinage sincère ça ne demande pas un effort extraordinaire c'est le fait d'être vraiment humble le fait d'être auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala le fait de se consacrer uniquement à ton adoration uniquement à ton adoration et j'ai dit que pour cette adoration qui est le pèlerinage toutes les adorations il englobe toutes les adorations on peut jeûner pendant le ramadan on peut jeûner pendant les jours du pèlerinage sauf le mois sauf le jour de Arafa pour les pèlerins sauf le jour de Arafa pour le pèlerin c'est interdit de jeûner pour donner de la vie pour donner de la force à ces pèlerins d'invoquer le plus important c'est pendant ces jours-là c'est surtout l'invocation c'est surtout l'invocation ad-du'a pendant tous les jours du pèlerinage c'est très important c'est l'adoration la plus importante même sur le monde de Arafa c'est surtout les invocations le pèlerinage est une obligation et là je m'adresse aux jeunes je m'adresse aux jeunes il ne faut pas que le pèlerinage reste une adoration pour les vieux entre parenthèses pour ceux qui ont les cinquantaines les soixantaines soixante-dix ans non tu ne vas rien profiter si tu attends jusqu'à que tu aies mon frère ma soeur soixante-dix ans et tu te dis voilà je vais aller me baigner je vais aller au pèlerinage pour effacer tous mes péchés et je reviens comme le jour de ma naissance c'est faux c'est une conception qui est complètement fausse il faut qu'il y ait des jeunes 17 ans 18 ans 20 ans premièrement pour aller tu as la santé tu peux prier tu peux accomplir les rites du pèlerinage facilement c'est très important et surtout aussi tu vas tu vas tu vas tu vas tu vas profiter pleinement de ton pèlerinage donc celui qui n'a pas fait son pèlerinage et surtout celui qui a qui a l'âge à partir de 18 ans il faut celui qui a les moyens je ne sais pas pourquoi qu'est-ce qu'il attend c'est vrai le pèlerinage c'est pas comme la prière il a c'est obligatoire on dit dans on est pour les savants musulmans ça reste une obligation mais on peut faire cette année comme on peut faire l'année prochaine mais celui qui a les moyens celui qui a les moyens et la capacité d'y aller il ne veut pas y aller sache qu'il a tort alors je vous invite mes frères mes soeurs de revoir un peu pour cette année peut-être les frères et les soeurs déjà ça y est le pèlerinage c'est fini mais à partir de l'année prochaine dès maintenant préparez-vous à voir et l'intention au moins d'accomplir le pèlerinage dès l'année prochaine parce que c'est une obligation c'est une obligation on ne peut pas distinguer les obligations les piliers de l'islam c'est une obligation comme les autres piliers le pèlerinage la prière zakat ce sont des piliers de l'islam et on ne doit pas distinguer entre ces piliers ils sont tous on est pareil le pèlerinage donc est une obligation un combat à tout musulman pubère jouissant de sa raison libre et capable financièrement et physiquement de son acquitté une fois au cours de sa vie une fois dans la vie un compagnon a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam après l'avoir entendu dire Dieu nous ordonne d'accomplir le pèlerinage et le compagnon il répond il lui dit est-ce que chaque année le prophète sallallahu alayhi wa sallam il n'a pas répondu et il répète le compagnon est-ce que chaque année on doit faire le pèlerinage au prophète et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il n'a rien dit la troisième fois il lui pose la même question et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il lui dit si je vous demande de le faire chaque année ce pèlerinage si je vous demande de le faire il devient une obligation et s'il devient une obligation vous allez avoir du mal à le faire à la respecter cette obligation parce que vous ne pouvez pas faire le pèlerinage chaque année donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous donne une leçon les compagnons ils posent des questions c'est bien de poser des questions mais parfois c'est trop comme là le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a l'heure de dire à ce à ce compagnon ne posez pas trop de questions parce que les banous israëls et les vices d'israël à un moment donné dans le surat le baqara vous voyez ils ont posé des questions une question il leur a ordonné de dégorger une vache donc surat la vache et ils commençaient à philosopher à poser plein de questions où est-ce qu'il se trouve cette vache comment elle est quelle est sa couleur où se trouve et Allah subhanahu wa ta'ala plus on pose des questions plus la mission devient de plus en plus compliquée c'est Allah subhanahu wa ta'ala à ce qu'il se trouve que nous y'vive qu'il se trouve et nous et nous c'est qu'il se trouve l'âchire pour l'âchire 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 هذه l'âchire l'âchire qui est aujourd' لي c'est Talabeira qui est aujourd'hui par place le bâle en plus pour ce qu'il se trouve avec la mâcha l'âchire puis-la-la-cette j'raik l'âchire l'âchire après l'âchire الطريق اللي داروها ما يرجعوش يعني ببلاش. فأدعوكم بعد الصلاة وأنتم في الحقيقة أهل لذلك ولا تحتاجون إلى كثير من التذكير. فالحمد لله رب العالمين كل جاءوا من فرنسا ولا من إسبانيا ولا من ألمانيا ولا من إيطاليا كلهم الحمد لله رجعوا يعني فرحانين. وهذا بفضل الله عز وجل وبفضل جهودكم أيها الإخوة الكرام. فمسجد الإيمان بإذن الله عز وجل بنا عدة مساجد. يشهد الله سبحانه وتعالى يوم القيامة أن مسجد الإيمان بنى مساجد كثيرة. ليس فقط في فرنسا وإنما في إسبانيا وفي ألمانيا وفي إيرلندا وفي هولندا وفي إيطاليا وفي أوروبا قاطبة أيها الإخوة الكرام. فبعد الصلاة جزاكم الله خيرا بعد الصلاة إن شاء الله الإخوة موجودين لجمع التبرعات. ثم كذلك في اللقاء الشهري اليوم بمسجد التوبة في فيلنفدسك ابتداء من صلاة المغرب في محاضرة مع أخونا أحمد مكثار بعد الصلاة المغرب إن شاء الله juste après la prière de المغرب il y a une vie spirituelle aujourd'hui في محاضرة مع أخونا تتبعوا في محاضرة مع أخونا وفي أخونا 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 فالفرار وإنسان إن شاء الله جزاكم الله et puis il y a in manifestation عودوا نرجع إلى القضية المصرية أيها الإخوة الكرام وذكرني الأخ راشيد يعني شفت الأمس أنه فيها مش في القضية المصرية أنه مجموعة من المسلمين de migran جاي من تونس إلى إيطاليا شفتوا ما وقع عليهم في الطريق في البحر ويعني غارق أكثر منهم يعني أكثر من مئة أو مئة يعني وخمسين واحد غارق في البحر سأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمهم سأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب عليهم أنهم مسلمين أيها الإخوة الكرام هؤلاء هم مسلمون بالدرجة الأولى أكثرهم أغلبهم مسلمون علاش جيين لو كانت بلدان هناك تحترم حقوق الإنسان وفيها حرية وفيها عمل وفيها هذا المسائل هذا ما يجوش ما يقع لهمش هذا الأمر هذا من يتحمل مسؤولية هؤلاء من يتحمل مسؤولية هؤلاء الذين غرقوا في البحر ولا واحد يسؤل عليهم ولا واحد يقول من هؤلاء من ينجاو المهم أنهم مسلمون بالدرجة الأولى غرقوا يمكن دولهم حتى يعني يتفرحوا كانوا زيادة أنهم لم يكنوا يخدمهم لم يكنوا كذا الحقيقة أيها الإخوة الكرام عار على بلداننا عار على بلداننا أنها تترك هذه الهجرة كل مرة من شمال إفريقيا من المغرب والجزاير والتونس والليبيا كلهم لو يفتحوا الأبواب كلهم يخرجوا أولا لماذا؟ نتيجة للأوضاع الاقتصادية المزرية وللكبت السياسي ما فيه لا حرية ولا ديمقراطية ولا أي شيء هذا كله جعل الشعب يثور وجعل الشعب يحب كله يخرج من من هذه الدول أيها الإخوة الكرام فإنسان الله سبحانه وتعالى أن يرحم هؤلاء وهم إخواننا وهم أبناؤنا وهم إخواننا وهم أبناؤنا في الإنسان لما يشوف هذا المظاهر في الحقيقة يتألم يعني 150 200 واحد في البحر هكذا يعني يغرقون في البحر وفي أوضاع يعني سيئة جدا ورديئ حتى المشهد لما تشوف القارب يحترق ويتقلب وكذا والناس كذا يعني في الحقيقة هذا ما تعانيه الأمة الإسلامية وكذلك ما يعانيه إخواننا في سوريا سأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عنهم عما قريب يفتح عليهم عما قريب وكذلك إخواننا في مصر يوم الأحد أيها الإخوات الكرام فيه مظاهرة فيه مظاهرة في باريس المظاهرة هذه من أجل التنديد بالإنقلاب الدموي إليا يوجد مانفستشن أورجنز بغنوف خير إيجبسيان يعني يعني أعني 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 لأن أخواننا هناك في مصر يوميا يخرجون في المظاهرات يوميا توليج عيد مانفستشن أنتم لم ترى بعد صلاة في الجزيرة أو في وسائل الإعلام بعد الصلاة مباشرة في كل أنحاء مصر وخاصة يوم الأحد ستتوج بإذن الله عز وجل ونسى الله سبحانه وتعالى أن يجعل لهؤلاء الظلمة يوم الأحد آخر يوم من حكمهم أيها الأخوة الكرام سأله سبحانه وتعالى أن يوفق إخواننا في مصر وفي سوريا أن يقلبوا هذه الأنظمة التي يعني لن ترجع بإذن الله عز وجل لا رجعت فيها فطالبين منا إخواننا في مصر قالوا واش فيكم ما تعونونا قلنا له مرة أنا هنا في أنسور نعونوكم ونحب مصر والقضية المصرية ومصر أم الدنيا قال لك غير جيوا معنا ما نطلبوش منكم تباتوا في ربيع العدوية وتبقى وكذا وفيه رصاص وفيه خرطوش وكذا مثل ما يحدث هناك في مصر غير جيوا الباريس قاموا معنا ساعتين مظاهرة تمشوا ورفضوا العلامة ديال مصر ولا ديال فرنسا ولا اللي بغيتوا ولا ذيك الأحسن شيء هي هذا العلامة ديال الرابعة هذا العلامة هذه اليد هذه أحسن شيء كل واحد يدير وفي حافلة كذلك تمشي من هنا الأفضل أنه يعني مجموعة من الإخوة والأخوات يجتمعوا يمشوا بالسيارات إلى باريس أنا مقريش هنا مانفستation في رجب تأباري 14h انسكريبش بيس ديبار مسجد الإيمان 8h30 بارتيسي 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 كنزوغو اللي بغا يمشي يجي يسجل هنا في مسجد الإيمان إن شاء الله كنزوغو وتدير يعني الحافلة وترجعوا بإذن الله عز وجل لديمانش 8h ديما تهناء فالله يبارك فيكم إن شاء الله فحتى يعني نكون يد واحدة ونساند وندعم بكل ما أوتينا هذه القضية إن شاء الله فيعني أدعوكم وأرجوكم إن شاء الله أن تلبوا الطلب وأن لا تقسروا في نصرة إخوانكم في مصر ثم في الآخر إن شاء الله ونختم بهذا شاب مريض ندعو له بالشفاء العاجل فاللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز ويا غفار هذا الشاب اللي كان مريض إن شاء الله لماذا زال مريض سأل الله سبحانه وتعالى أن يشافيه وأن يعافيه اللهم رب الناس مذهب الباس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاءا لا يغادر سقما اللهم اشفيه يا رب العالمين اللهم اشفيه وعافيه يا رب العالمين إخواننا في مصر اللهم افرج عنهم اللهم افرج عليهم اللهم اوفقهم لما تحب وترضى اللهم اللهم انصر إخواننا المؤمنين في سوريا اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سوريا اللهم اوفقهم لما تحب وترضى اللهم زلزل الأرض من تحت أقدام هؤلاء الظالمين في مصر وفي سوريا وفي كل بلاد العالم وفي كل بلاد الإسلام والعرب أيها الأخوة الكرام أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإتياء ذي القربة وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله